بمناسبة مرور 19 سنة على الغزو الأمريكي للعراق عقد مركز الرافدين للدراسات الاستراتيجية راسام ندوة في مدينة إسطنبول تحت عنوان 19 عاما على احتلال العراق واقع مأساوي ومستقبل مجهول تحدث فيها عدد من الباحثين والكتاب الذين صلطوا الضوء على الاحتلال الأمريكي وتداعياته من خلال محور سياسي ومحور عسكري وأني في المحور السياسي صلط الضوء على علاقات العراق مع محيطه الإقليمي بعد الاحتلال الأمريكي فيه انفتاح تركي عراقي جديد أنا رأي الشخصي أنه المنزعج الأول هو إيران من هذا الانفتاح لا أعرف إذا كنتم توافقون أم لا لا أظن إطلاقا أن الدول العربية رغم كل مواقفها وانتقاداتها من السياسة التركية منزعجة من هذا التقارب التركي العراقي الجديد إلا أن الأزمات الداخلية في العراق سيكون لها تأثير قوي على مستقبل علاقاته الإقليمية هل سيكون هناك مراجعة كاملة للسياسات الغزو الأمريكي وإرداداته ونقاش دستور وطني عراقي جامع جديد؟ هذا ما نريد أن نسمعه أكثر من ما نريد أن نسمع مثلا انتخابات تتم وحتى الآن دا يوجد معنى متائج السياسية لهذه الانتخابات على الأرض وفي المحور العسكري والأمني تم التطرق إلى التهديدات الأمنية التي يتعرض لها العراق نتيجة حالة شبه الاحتلال الإيراني للبلاد أن ما أنتج حالة شبه الاحتلال الإيراني في العراق هي حالة الاحتلال الأمريكي للعراق والسؤال هل أن حالة الاحتلال الأمريكي للعراق وحالة شبه الاحتلال الإيراني للعراق هما نتيجة صفقة؟ قد يكون الجواب نعم أو أن الجواب فعلا هو نعم وأكد الباحث على أن العراق كان بمثابة حائط الصد العربي أمام الأطماع الإيرانية في المنطقة الحرب العراقية الإيرانية كانت جداراً لإيقاف نظرية ولاية الفقيه وتصدير الثورة من أن تنفذ إلى مشرق الوطن العربي والتي هي هدفها وأنا أزعم هنا وأنا في تركيا الآن أنه ليس العراق فقط هو هدف أو ليس الوطن العربي فقط هو هدف المشروع الخميني وإنما كل دول الجوار مروراً بالبلد الذي أتشرب في أن أشرب ماءه في هذه الأيام واتفق المشاركان على أن الوضع الداخلي المعقد في العراق من شأنه أن يتسبب بمزيد من المشكلات الأمنية والسياسية كما سينعكس ذلك سلباً على علاقات العراق مع محيطه الإقليمي